المدرب الوطني جورج ليكانس وبعد تفكير قويل ومعاينة متواصلة لللاعبين المحليين والمحترفين على السواء استقر في نهاية المطاف على قائمته النهائية التي ضمت 23 لاعبا مفاجأة ليكانس لم تكن باستدعاء رامي بن سبعيني ولا مدافع اتحاد العاصمة محمد بن يحيا ولا حتى المخضر مربيع مفتاح مدلل تشكيلة سوستارة بل كانت بشط باسم اللاعبان صفيان فغولي وكار مجاني خيارات المستر جورج تعكس رغبته الشديدة في لعب الحذر في القابون لتفادي الاقصاء المبكر فتوجيه لكانس الدعوة لتسعة مدافعين وستة لاعبين من خط الوسط وخمسة مهاجمين يعكس النواية الحقيقية لهذا المدرب الذي يريد ان يفرد لمسته باندهاج خطة 352 المعهودة والتي يشرك فيها ثلاث مدافعين وخمسة لاعبين من الوسط ومهاجمين سريحين هزيمة نيجيريا والهشاشة الدفاعية التي ابان عنها المنتخب الوطني امام نصور نيجيريا اجبرت لكانس لاعادة كامل خطته والاستعانة بخيرة المدافعين على غرار اللاعب المحوري لنادي ران الفرنسي رامي بن سبعيني ومدافع اتحاد العاصمة محمد بن يحيا فضلا عن الظاهير الايمن للنادي الافريقي مختار بالخيتر اذا المستر جورج لا يريد ان يلعب بالنار في كان القابون بل يريد ان يسير مشوار الخضر بذكاء وحلر لبلوغ الهدف المسطر ولما العودة بالكأس الغالية من ادغال افريقيا اشتركوا في القناة